دلوقتي مشاهدينا خلينا نسيب لحضراتكم مع موجز الأهم الأنباء مع لمية فضلية شكرا لكم مننا التساع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جريناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزام مصر تقديم التسهيلات الممكنة لتعزيز وتطوير استثمارات شركة الشحن البحرية الدنماركية العملاقة بمصر جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي رئيسة وزراء الدنماركي ميتا فريدريككسن وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن المباحثات تركزت على تعزيز مجالات التعاون خاصة ما يتعلق بتعظيم الاستثمارات الدنماركية في عدد من المجالات كالنقل والشحن البحرية كما نقش الجانبان القضايا الإقليمية وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية وقضية سد النهضة وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بقيام كل الوزرات والمحافظات والجهات المختلفة التي لديها قرارات واجبة التنفيذ من لجنة فضل منازعات بالسرعة تنفيذ هذه القرارات وموافاة الأمانات العامة لمجلس الوزراء بما يفيد التنفيذ وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعا جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة معدلات تنفيذ قرارات اللجنة الوزرية لفضل منازعات الاستثمار وأكد مدبولي أن الحكومة تبدل جهودا كبيرة في الفترة الحالية لحل مشكلات المستثمرين والتوصل إلى تسويات عادلة ومنصفة لكل منازعات الاستثمار التي تعرض على اللجنة الوزرية قال الرئيس الأوكراني بلوديمير زلنيسكي إن مستقبل بلاده يتوقف على نتيجة المعارك الجارية جهة الشرق بما يشمل المعارك في بخموت وحولها من جانبه أوضح قائد القوات البرية الأوكرانية أن وحدات هجومية روسية تهاجم من جهات عدة في محاولة لاختراق دفاع القوات الأوكرانية والتقدم نحو أحياء الوسط يأتي ذلك بينما وصفت مصادر عسكرية روسية المعارك في بخموت بالصعبة وأن القوات الروسية تواجه مقاومة شريسة كشف زعماء الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا عن تفاصيل خطة لتزويد أستراليا بغواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية وذكر بيان مشترك أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك صدقوا على خطط من أجل ما يسمى بمشروع أوكوس الذي أعلن عنه لأول مرة في عام 2021 في قاعدة سانديوغ البحرية بولاية كاليفورنيا الميناء الرئيسي للأسطول الأمريكي في المحيط الهادي وأضف البيان أن الولايات المتحدة تعتزم أن تبيع الأستراليا بموجب الاتفاق ثلاثة غواصات أمريكية تعمل بالطاقة النووية مع إمكانية شراء غواصتين أخرين إذا لذيما الأمر يواصل ألاف الأطباء في بريطانيا لليوم الثاني على التولي إدرابا عن العمل احتجاجا على الأجور التي يقولون إنها متدنية للغاية الإدراب هو الأحدث الذي يشارك فيه عاملون في الخدمة الصحية الوطنية الممولة من الدولة في بريطانيا بعد إدراب هيئات التمريد والمسعفين وغيرهم للمطالبة بزيادة الأجور لتواكب مستويات التضخم المرتفعة قالت السفارة الصينية في الولايات المتحدة إنها ستستأنف إصدار تأشيرات الدخول بمختلف أنواعها للأجانب اعتبارا من غد الأربعاء وأضفت السفارة الصينية في بيان لها إن الصين سترفع أيضا قيود التأشيرات على مختلف المواقع بما في ذلك جزيرة هانيان والسفن السياحية التي تمر عبر ميناء شنجهاي وتواصل الصين إعادة فتح حدودها بعد إجراءات صارمة لاحتواء فيروس كورونا استمرت ثلاث سنوات اشتركوا في القناة